كتاب جمع الجوامح ننادي السفر في الإمام تجد الدين السبكي المتوفى سنة 771 الهجرة منذها مئة مصنف كتاب جمع الجوامح ذاير الروج ذاير الروج أم القرآن ذاير الرجل بحريش انتموسني ذاير الشرعيث اسمس أصول الفقه الإسنان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا يسوان لا أسلمان وان وكني جاء الله ربي ذا ذلوم يبعث الله لهموم وكني فكى ربي ذلي سر هذا هو المجلس رقم 60 من مجالس شرح كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي كانت البداية في مليل التمزوروث سلة ذقوقور جمادة الأولى 1438 للهجرة 27 جمادة الأول 1438 الموافق 24 فيبري 2017 اليوم الخاتمة في أواخر شهر شعبان من سنة 1445 الهجرة الموافق لفاتح مارس 2024 السجيد سيملي تنجلوث بعد سبع سنوات من شرح هذا الكتاب من باب العلم في هذا المسجد المبارك مسجد الشيخ الحداد بعزازكا تيزيوزو الجزائر شرحنا كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا كانت بدايته في 20 سبتمبر 2007 وكانت النهاية يعني الدرس الأخير بعد سبع سنوات أيضا بالضبط يوم الجمعة 15 جنفي 15 ربيع الأول 1435 الموافق لـ 17 جنفي 2014 بعدها كانت كانت لقاءات ومجالس مع نظارات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بدءا من تاريخ الجمعة 29 ربيع الأول 1435 الموافق 31 جنفي 2014 وكانت الحلقة الأخيرة يوم الجمعة 13 جمهد الأول 1438 الموافق لـ 10 فبري 2017 ومن سنة 2017 اليوم نلتقي في المجلس الأخير ونحن نتدارس علم من علوم الشريعة وهو علم أصول الفقه الذي أشار إليه العلماء الكبار منهم ابن خلدون رحمه الله في كتابه المقدمة أشار بأن هذا العلم لم تكن الأمة لم يكن الصحابة السلف الأول لم يكن في حاجة إلى هذا العلم لقرب الرسالة عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون مواطن التنزيل يعرفون أسباب الورود أسباب النزل للقرآن وأسباب ورود الحديث وبما يحملون من فهم عميق للغة العربية إلى غير ذلك فلم يكن في حاجة إلى هذا العلم هو يقول ابن خلدون وَلَمَّا أَصْبَحَتِ الْعُلُومُ فُنُونَا ذكر هذا الكتاب هذا الكلام في كتابه المقدمة الصفحة 424 وما بعدها وَلَمَّا أَصْبَحَتِ الْعُلُومُ فُنُونَا ظهر علم الأصول وأول من قاعد قواعده الإمام الشافعي في كتابه الرسالة هو أول كتاب في علم الأصول للإمام الشافعي التقينا مع كتاب تاج الدين السبكي الذي عاش 44 سنة فقط أتمه سنة 760 للهجرة ومات سنة 771 للهجرة يعني إعاش ميك فوكتاكتاكتاكي نس 11 سنة إعاش واش هالإعاشك ثوذرثيس باش أنظر الفركة انتوذرث إعاش كان 44 سنة له شيوخ كثر منهم الإمام الذهبي صاحب سير أعلم النبلاء وكذلك شيخة عالمة من العالمات تسمى زينب بنت الكمال زينب بنت الكمال أخذ عنها علم الحديث هذه المرأة الصالحة وهذه العالمة عاشت 94 سنة ويقول في مقدمة كتابه قال يتحدث عن جمع الجوامع يقول في الخطبة نتع الكتاب الواردي يعني هذا الكتاب من زهاء مئة مصنف يعني هو خلاصة مئة مصنف هذا الكتاب الذي شرحناه هذا المثن خلاصة مئة كتاب يعني في كيغيد الفيذاء ثم قرانت نميات كتابين ميات كتابين إفكي يغد الخلاصة يقول مركزة الخلاصة يسع نزل ثم قرانت أكيد هنا إلى دمنهل يروي ويمير معنى يزيل الضمى ويشبع ذيكستوانت ثم قرانت يحتوي على سبع كتب ولكن في البداية إلى الكلام في المقدمات في الحكم الشرعي التكليفي ماذا الواجب ماذا الحرام ماذا المندوب إلى آخره وبعد نهضت في الأمر والنهي وطبعا يعتمدنا كثيرا على كتب اللغة منهم الكتاب للسيبوي الخصائص لبن جني طبعا مسائل مباحث لغوية دقيقة عميقة لابد من الاستعانة بأمهات الكتب في اللغة العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي معجم العين والقاموس المحيط ولسان العرب والخصائص لبن جني إلى غير ذلك باش نفهمنا بأن الأمر يفيد الوجوب ولكن أحيانا يفيد الندب أحيانا يفيد الإباحة إلى غير ما شرحناه حدثنا عن النهي ومفهوم الموافقة مفهوم المخالفة التقصيص المطلق والمقيد الظاهر والمؤول البيان والنسخ إلى غير ذلك ثم حدثنا عن مسلك العلة مسلك العلة عن الإجماع عن النص الصريح الإيماء الصبر والتقسيم المناسبة والإخالة الشبه الدوران الطرد تنقيح المناط يلغاء الفارق ثم حدثنا عن القوادح وقد أطلنا الحديث في موضوع القوادح يعني بشذير القياس يصح يقرز وهو مصدر من مصادر الشريعة مصدر من مصادر الشريع يفكا يغدي غرفالن يفكا يغدي غرفالن ثناش يغرفالن يغدي فيكا ثناش أمزوروا الاستفسار الثاني فساد الاعتبار الثالث فساد الوضع الرابع المنع الخامس التقسيم السادس المطالبة السابع النقض الثامن القلب وستسعاء المعارضة العاشر عدم التأثير حداش التركيب ثناش القول بالموجب أمبعد في الكتاب الخامس ذاقي يغرد في الكتاب أي القرآن الكريم يغرد فين يعني السنة النبوية يغرد في الإجمع في القياس في هذه المصادر أربعة ثرقوة ثم قرانين نتشارعيف أربعة القرآن الكريم والسن السنة النبوية وثلاثة الإجماع وثربعة القياس في الكتاب الخامس يخدم عنوان في الاستدلال ذاقي تناول العديد من المسائل منها مسألة الاستقراء الجزئي والكل استصحاب العدم الأصل استصحاب الاستحسان إلى قول الصحابي وغيرها من المسائل التي درسها المؤلف رحمه الله في الكتاب الخامس وهو الاستدلال في الكتاب السادس وهو كتاب المهم تناول موضوع التعادل والتراجيح تحت عنوان في التعادل والتراجيح وكذاغ ذي غرفال وياض أكثر من مئة مرجح ذي شرعيث إلا الميزان ذي قبيليث إلا الميزان ما يروح الميزان ما يروح الميزان ثرويث بروي قبيليث لذاولة وزنض أما ذوال سلميزان أما ذي الفعل سلميزان كل شديع دي سلميزان ما يقول في الميزان أما ذوال أما ذوال سلميزان المؤلف ذكر لنا أكثر من مئة ترجيح الأدلة المرجحات المرجحات وقد شرحناها وقد شرحناها في لقاءاتنا السابقة ومن هذه التراجيح في ترجيح الأخبار على وجوه إما بحال الراوي بوقت الرواية بكيفية الرواية بوقت الورود باللفظ بالحكم بعمل أكثر السلف أما في ترجيح الأقيسة إما يكون بحسب العلة أو بحسب دليل العلية أم بحسب دليل الحكم بكيفية الحكم موافقة الأصول في الحكم والحاكم إلى آخر مسائل دقيقة جدا تناولها المصنف رحمه الله تناولا منهجيا دقيقا عميقا مركزا هذه شرحناها وفي الكتاب السابع الكتاب الأخير تحت عنوان في الاجتهاد تناول شروط المجتهد المجتهد في الدين يعني لان إلى المجتهد ذي روح رثالة غلع عنصر دياوي ثمسني أما كثير غورنا إلا هنا ذي روح دياوي أمان سي العنصر سي ثالة أما كنزم دوظ ذي ربيني المدي والسخام ذاقي المجتهد المجتهد المطلق أري روح مباشرة إلى المصادر وعند قدرة على التعامل مع الأدلة الشرعية لأنه أصن علم الأصول هو الذي يعطينا القواعد الأصولية التي نتمكن باستخدامها بإعمالها من استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ذاكرا شروط المجتهد منها أن يكون عارفا بأحكام القرآن الكريم أن يكون عارفا بأسباب النزول أن يكون عارفا بالسلطة النبوية أن يكون عارفا بأسباب الورود أن يكون عارفا بمواطن الإجماع أن يكون عارفا بدلالة اللغة العربية أن يكون يعني عارفا للغة العربية لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين لذلك لذلك أجدادنا كانوا يدرسون القرآن ويدرسون مع القرآن كتب اللغة بمعنى ذاكي ورنا في المنطقة النظر أتى في الصغرين القرآن وصغرين ثاج الرمث الأجرومية لماذا يدرسون ويعلموا الأجرومية لتمكين طلبة العلم من حسن التعامل مع الكتاب والسن إذن هذا ذكاء منهم فطنة منهم لذلك ذكر أو تناول المصنف شروط المجتهد تحدث عن المجتهد المطرق ومجتهد الفتوى إلى آخره وتحدث عن مسألة تجزء الاجتهاد ممكن الإنسان يكون مجتهدا في مجال معين من مجالة الشريعة كما رأى الاجتهاد في أمور الدنيا كل واحد مجتهد الدفظي مجتهد في اللحظ في اللحظ بلغ درجة الاجتهاد ويضي الصنعة ذي الحرفة ويضي الفني ويضي كل يونان دا الله وثق فروض الكفاية وقد أشار المصنف أيضا إلى الفروض العينية في متن هذا الكتاب وأشار أيضا إلى فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين سقط الإثم عن الجميع وكذلك في أمور الشريعة ممكن قد واحد مجتهد مثلا في علم الأصول والآخر مجتهد مثلا في باب من أبواب الفقه في فقه المناسك مناسك الحج والآخر مثلا في عبادة الصلاة والآخر في الزكاة دقائق الزكاة والآخر مختص في الفرائض وهذا الأمر ممكن لذلك أشار المصنف إلى مسألة تجزء الاجتهاد أخيرا ومع الخاتمة خاتمة اليوم صاحب جمع الجوامع تاج الدين السبكي اختمها خاتمة غير مألوفة في كتب علم الأصول هو المفروض المادة على الأصول هذا قيم كان ديس أسمي فوقو كثير مثالي شد علم الأصول إجائق ديوت الخاتمة كريم سلين قرزن أي شد الإيمان أي شد تزكية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها أقرأ بعض النصوص مع التعليق عليها فقال في خاتمة هذا الكتاب أول الواجبات المعريفة وطبعا هو المنهج انتاع مختصر معتصر لذلك يحتاج إلى نظر متين ويحتاج إلى تركيز دقيق لفهم منهجية ودلالات الفاظ هذا الرجل قال أول الواجبات المعرفة الذي يقصد معناه معرفة الله ربنا يقول فأعلم أنه لا إله إلا الله يعني أورد هذه الخاتمة وبدأ بهذا الكلام بشي قلنا أن معرفة الله هي الشرط الأساس للانتفاع بجميع العلوم وإذا غابت معرفة الله وحياة الناس زائلة وحياتهم قصيرة ولو طالت لا يمكن أن يستثمروا معارفهم ولا يمكن أن تصدر منهم أعمال تنفعهم في الدارين في الدنيا وفي الآخرة لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال أول الواجبات المعرفة وكان يقول النظر المؤدي إليها يعني من خلال النظر المنطقي أو من خلال التدبر والنظر في كتاب الله المفتوح يعني تصل يا ثندس يا ربي يقول أغدقار مقلسي جنوان مقلسي ثران مقلسي جور مقلسي طيج الوضحور ذرار مستواليم قواني دخلق ربي سبحانه أتسينم وتمنم صار ربي سبحانه وتحملم وتضوع عم في كذلك نتائج نتائج منطقية هي مقدمات تؤدي إلى هذه النتائج حينما يقول ربنا في صورة فصلت من خلال لبيان هذه العبارة النظر المؤدي إليها النظر التدبر المؤدي إلى معرفة الله سيد ربي ناد في صورة فصلت الآية ثلاثة وخمسين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ذا شو النتيجة حتى يتبين لهم أنه الحق المعنى سوين تسوالين ذو قين دي خلق ربي سبحانه أذ يوضى ذي السين في ذات ثام قران تضرب سبحانه عز وجل حتى يتبين لهم أنه الحق النظر المؤدي إليها إلى أن يقول في كلام مهم جدا وذو النفس الأبية يربأ بها عن سفساف الأمور يتحدث عن النفس النفس ثاني فسيث بنادم إزمارتوي فافيس سين الهان إزمارتوي سين نديري ذين المدين ربي سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أداة تحقيق جاء بعدها في علماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يقول كما قال المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم أصحاب العزمات أرباب العزمات أصحاب النفوس الزكية الأبية المزكات تبتعد عن سفساف الأمور وكأنه يشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها هذا الحديث خرجه الإمام البيهقي والإمام الطبراني معنى ونس عن ثنفسي تصور ربان دايما المستوي نسع لاي أريد صب يلا كون ذي الحياة النغ ذي ذرة النغ أتفضي ونميل ما يش لتما ذي مت يما ذي السوق ونميل مكان ما يلا يروح السن الميزان يزملا ذي ذروس الجيهيس أين ديوسان مرحبا شغل إمذان أضرزو أضرجون سي الجيهيس أين خسران خطر أيغر يصوب ولكن ما يلا يسسول المستوي نس أرتسق وذار صحاب الهم العالية وثقي أشار ذو النفس الأبي يربأ بها عن سفسافي الأمور ويجنح إلى معاليها كذل معالي إذا رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعاب إذا قرن وين ذن يوفا وين ذن يوفا ذا شو لقد يشير وثي ذي أكي قرن مزورة أشير ونت ذي ولاش ذا شو دي تسلس بلا العثاب ولاش شو دي تسلس بلا العثاب ذا نمي سيد يا ربي الناد وقل يعمالوا صورة التوبة الأي 105 وقل يعمالوا فصير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وثم يقول ودني الهمة لا يبالي وقيم ويروح الميزان وريتوالي يرى ما كان قارن ثا يرى وريت تحزيف را إلا ويت حزيف إلا ويت حزيف را وبعد دي شو دينا كلام شو يبهد كلام شاعر فيجهل فوق جاهل الجاهلين وبعد دي شو دينا خواطر الخطرات التي تغطر ببالينا ممكن الإنسان يقف بين يدي الله وتأتيه خواطر فيه خواطر تغطر 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 سعر قال تغطر يزور ربعان ثلاثان عشران والزرالة خطر يغري هاو مدام هاو ذا شو لاندي الشرعيث السجود يسمي السجود تاث السجود الساو ممكن يكون السجود الساو قبلي ممكن السجود الساو بعدي والحمد لله أن الشريعة ثو اله أم كان رقع الظال لذلك ماذا دين المهم جدا وفي نفس الوقت هو علاج علاج للوسواس الوسواس دمار ممكن الإنسان ميل يجال خواطر يراجع من تسلغ سوليس إزمار ذي غلا ذي ظن ندي في مانيس أرط غيب ذي ذوي أي غر خطر يلدي يستبور في الوسواس ذي شو دين وريز تجد سبك طبعا ما قال هو له أصول في القرآن والسنة وإن خطر لك أمر فزنه بالشرع أي مسألة إلا قد ساعد غرف من الشرع ألو كان إن سلم لكن من الله أن فك زالي الميز من الشرع أن ذير ذي هنا ذي وأنت إلى أن يقول واحتياج استغفارنا إلى استغفار طبعا هذا الكلام ينقل عن بعض أئمة الصوفية يعني يستغفرون يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وكني أذي حلف بلي آوة استغفر فيحتاج إلى استغفار الآن هذا العالم المحقق إفكي سذمي لهان ما معنتها معنتها كما الإنسان يستغفر الله لا يمكن أداء الحق المطلوب لا يمكن لأحد من البشر مهما بلغ إيمانه ولو بلغ شأوا عاليا لا يمكن للدعاء بأنه قد بلغ التمام والكمال أكن في غيظ الفلاف وذي سيد يا ربي يحواج ربي يعفو إغفر إيو نشضا إيو خار إما يكتكو الاستغفار أنه يحتاج إلى استغفار ونبي الصلاة والسلام كان يستغفر في اليوم شحال سبعين مرة وفي رواية مئة مرة وعلمنا علم الصحابة وعلمنا السيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من الشر ما صنعت أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مع ذلك لكن تفوض خضمض أسراجو أسراجو ذي ربي العفو العبادات عبادة الصلاة كان ختموا الصلاة واش نقوله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لأن النقص وارد يقينا إما في الخشوع قد أفلح منزك أربين ناد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إذن صلاتنا نجبر نقوم بجبر النقص الذي فيها عن طريق هذا الاستغفار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا يجب ترك الاستغفار يعني كوننا نستغفر من استغفارنا هذا لا يجب ترك الاستغفار معنى الإنسان يظل يستغفر الله ما دام حيا كما قال أحد الصالحين كان يكثر من الاستغفار والحمد استغفر ربي يحمد ربي قيل له لماذا قالوا رأيت ذنوب كثيرة فأكثرت من الاستغفار ورأيت نعم الله عالية كثيرة وإن تعد نعمة الله لا تحصها فأكثرت من حمده وشكره وسيجزي الله الشاكرين وبعدين يقول وإن كان منهيا طبعا هذا مربوط يعني معطوف على فإن كان مأمورا فبادر روح جملة بعض الجمل ثم قال وإن كان منهيا يعني هذا الأمر منهي عنه فإياك فإنه من الشيطان لأن الشيطان هو العدو المبين للإنسان إلى أن يقول وحديث النفسي حديث النفس أين الحنيث النفسي ذي البالي ما لم تتكلم أو تعمل وهذا مقتضى النصوص الشرعية الحديثية أين ديوسن ذي البالي الموهي موهي وفيد قرارا ودن تقريس وفيد خدمارا ذا يكال واتساق وذالا والهم أشو دينا مغفوراني الحمد لله مغفوراني إفكي يغضي وصفة علاجية بعدها شو دينا وإن لم تطعك الأمارة هكذا قال أي الأمارة بيسنة يعني النفس الأمارة بيسوء فجاهدها فإن فعلت فتب ميلث غلظظ اش ظظ ثوفر سيد يا ربي فإن لم تقلع لاستلذاذ أو كسل خطرة ممكن الإنسان يبقى مع المعصية مثلا الوحد يخدم الربا سمحوا لي أو الرشوة اللي يسميها من الحفوز يولفز وكذا شو دوينس اشو دينا فتذكر هادم اللذات قالك العلاج في الموت تذكر هادم اللذات اللي هو الموت وفجأة الفوات المقصود أن الموت وفجأته عليش ستسمى الفوات فجأة الفوات لأن تفوت التوبة ممكن إنسان يموت وما زال ما تابش وممكن مات وما زال ما دارش الواجبات وكلكم يعلم الألم الذي ينتابنا حينما نصلي على من لا يصلي فإمتنا يجيب لكم واحد ما زاله صغير عنده 75 سنة يقول لكم ما صلى ولا نهار أشوك قرأ حاجة رمضان فلسيا فوربي إن يسأل المؤمنين يوانروا في الوقت قيذين الله ما تشكين عدا تصدروا إن سلم ورانتظال الله السقمي عمر ذيفروا غسمي الزنزس الغلام الموت باب وكل الناس داخله يا ليت علمي بعد الباب ما الدار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادي من الذات حديث خرجه الإمام الترمذي وبعدين يقول أو لقنوط القنوط اليأس هو أخطر داء خطير إذا ملأ قلب العاصي فلن يرجع إلى ربه إلى أن يموت اليأس من رحمة الله هذا مرض كبير لذلك سيدنا يعقوب حينما أرسل أولاده سيدنا يعقوب إيش كعر رويس باش ذنذي نفس سيدنا يوسف أو كذلك ماس باش يحوسوا على يوسف واش قالهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لذلك القنوط أو اليأس خطير جدا إيو عرم ذان ميريس ثاف لطيول وليش لشوك وعرم أم لياس السيرم ما يزدغ أول بمذان أذيخ ذم أذيث فريتس وذار يضمع ذي الرحمن سيد يا ربي كذا الشاعر يقول أعلل النفس بالآمال أرقوبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمال واشي قول فخف مقتى ربك علش قل فخف مقتى ربك لأنه ربي سبحانه ما يحبش الإنسان اللي يقنط من رحمته فخف أقواذ أقواذ سيد يا ربي فخف مقتى ربك واذكر ساعة رحمته لأن رحمة الله وسعت كل شي ورحمتي وسعت كل شي وبعدين يقول وأعرضي التوبة ومحاسنها وهي الندم ذكرنا بأركان التوبة ندم وإقلاع وعزم أشار إليها هذه هي شرط التوبة النصح أو أركان التوبة النصح أشار إليه المصنف وقال وهي الندم وتحقق بالإقلاع والاستغفار وعزم أن لا تعود إلى آخره وتدارك ممكن التدارك إلى آخره الذي يتوب ثم يعمل الصالحات إلى أن يقول وتصح ولو بعد نقضها مرة أخرى يزرع الأمل الذي يدفع إلى العمل معنى الإنسان حتى ولو أغلطوا بعدين تاب المهم يركز على التوبة باستمرار ويسأل الله أن يثبته ورب سبحانه قال في صورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وتصح ولو بعد نقضها عن ذنب إلى أن يقول وإن شككت مكشمتشيك إما مأمور أم منهي فأمسك قالك فأمسك من باب الورع من باب الاحتياط ومن ثم قال الجوين وطبعا أنتم عارفين الرموز اللي شرحناها يقول قال الشيخ الإمام قال الإمام قال هذه الرموز شرحناها كامل الحمد لله ذاقي الجوين لا يقصد أبي المعالي صاحب الورقات يقصد أبو محمد يعني فأبو محمد الجويني واشي يقول مسألة فقهية قالك في المتوضع يشك أيغسل ثالثة أم رابعة لا يغسل يعني يجي وحد يقول لك أنا انتوضع يخي يدير ثلثة ثلاثة مرات مثلا يغسلي يدو ثلاثة مرات فرضا شك ثلاثة أو لا ربعة واشي يدير قالك يتوقف ما يزيد شو واحدة أخرى على قالك لأنه نكون يزيد الرابعة قد تكون الرابعة وهي بدعة يقولك ترك السنة ترك السنة أفضل من الاتيان أو من ارتكاب بدعة ترك سنة أهوى من ارتكاب بدعة وطبعا في مسائل فقهية دقيقة ذات صلة بهذا الموضوح إذن ما لا يدرك كله لا يترك جله يعني أحاول لغة اختصر ثم يقول وكل الواقع بقدرة الله رجع إلى مسائل الإيمان مسائل العقيدة نقش على علماء خاصة العلماء الشعراء المذهب الشعري وهو الشعري المذهب في الفقه الشافعي ولكن في العقيدة الشعري المذهب يعني هذا الرجل هذا المصنف وكل واقع بقدرة الله تعالى وإرادته كل ما يحصل في الكون وهو خالق كسب العبد خالق دقيق وهو خالق كسب العبد قدر له قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للإبداع فالله خالق غير مكتسب والعبد مكتسب غير خالق إذ كيف خلاص مركزة مهمة جدا ذي تمسال تاقيق وعرن مليح طيب من خصائص هذا المصنف المصنف والمصنف أنه في كثير من المسائل الدقيقة العميقة يعطينا خلاصات مركزة أغد يفكثي فراث زرميغار باشوغي عرقال وفريذ خطر مذا ما يعرقس وفريذ رسيد يا ربي ثروي فلاس أربي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله وبعدين في الآخر واشي قول وقد تم جمع الجوامع ذكر مصنفه باسمه قال وقد تم جمع الجوامع يعني فكث علما أي من حيث العلم من حيث المسائل المطلوبة في علم الأصول يعني يكث يكث مثال الآتي من أحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى طبعا ذكرها المتنبي نحسي بني العلم ذكر وإنك نسمح أوريس لارا لعظ وإسقارا إناك ذي سليم سلينا إناك ذرغ لذي والي ذرغ ذي والي وقيد يعني دلي ذي المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم وطبعا هذا الثناء لكتابه ذي شو ذي شو الفيذاس للفت عناية طلبة العلم إلى عدة أمور الأمر الأول أن هذا الكتاب مهم جدا لا يمكن الاستغناء عنه وأن الكتاب يحتاج إلى علم كبير إلى رسوخ في العلم وأنه يعطيك خلاصات مهمة من هذا الباب وبعدين واشي يقول مجموعا جموعة وموضوعا لا مقطوعة فضله ولا ممنوعة ومرفوعا عن همم الزمان مدفوعة إلى أن يقول كنصيحة فعليك بحفظ عباراته يلا عرضوا تحفظ وتغرم ثكتب ثقين بعد واش قال لا سيما ما خلف فيها غيره يعني هذا الكتاب خلف غيره بش يقول المسائل الأخرى المتفق عليها أو الخلافية البسيطة رأي موجودة في بطون كتب الأصل الإمام البيضاوي صاحب الورقات الجويني الإمام الحرمين يعني كان كتب الأصل كثيرة جدا قالت ولكن المسائل اللي هو انفرد بآراء خاصة لفت الانتباه إلى الاهتمام بهذه المسائل لا سيما ما خلف فيها غيره وإياك أن تبادل بإنكار شيء قبل التأمل والفكرة يعني شيقار حاذر السنط يقول صحارا نغوث الهوارا ألم تغرض تفهمظ إلا قد تغرض وتفهمظ قبل التأمل والفكرة وأن تظن إمكان اختصاره ففي كل ذرة درة يعني بدأ يتحدث عن هذا المصنف هو قال مما يستخرجه النظر المتين بين قوسين أرنفي زمن تقريبا هذه المطولات هذه الكتب صارت يتيمة خطر في هذا الزمن حيث نشهد ثورة تكنولوجيا عالية أصبح الكثير من الناس يهتم فقط بالمعتصارات يقول نروح للإنترنت اليوتوب نقرأ ستدقائق ونقول لي نفتي وبسم الله ما شاء الله هذا هذا داء مدمر العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وأنت في ذلك البعض في حيطة وحذر علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف فقال العلم أنا أحرزت رايته وقال العقل أنا الرحمن بيعرف فأفصح العلم إفصاحا وقال بأي الرحمن في فرقانه اتصف فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف ثمسني 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 لذلك قال المصنف مما يستخرجه النظر المتين في الأخير واش قال جعلنا الله به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا يعني ما ذكره المصنف في هذا الدعاء الأخير إشارة إلى الآية تسعة وستين من سورة النساء وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله وحده ثم أضاف المصنف وكان تمام بياضه في أخريات ليلة حادي عشر ذي الحجة الحرام سنة ستين وسبعمائة بمنزلي بالدهشة من أرض المزة ظاهرة دمشق المحروص والحمد لله بعدين واشي قل ما الميفوك تكتب تقينس حداش من شهر ذي الحجة أسق سنة سبعمائة وستين للهجرة إيرنا حداش سنة بعد كيكمل هالكتاب زاد حداش سنة في عمره ومات في سنة سبعمائة وسبعين للهجرة وعمره وربع وربعين سنة ثم قال والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أقوله أنا الآن في الختام الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات أنا حمد رب نشكر ذمزور نسأل الله دوام النعم وتمام والشكر موصول لجميع الأئمة الذين تعاقبوا فهذا المسجد المبارك مسجد الشيخ الحداد عزاز قا في زيوز السين سنة رب العربية كل الشيخ أكلم والشكر موصول للقائمين على خدمة هذا المسجد وقاذي تعاوزان وقاذي قدشان إزيزدي فدذان سلقذيش سن الجامعا الشيخ الحداد هذا سنة رب العربية والشكر موصول إلى عمار المسجد والشكر لكم جملتم هذا المجلس النهائي مجلس الختام بهذا الحضور جزاكم الله خيرا وثقل الله موازينكم بالحسنات والشكر أيضا لمتتبع هذه المجالس إما حضورا الحضور المباشر في الحلقات في المجالس العلمية أو عن طريق الانترنت والتكنولوجيا في هذا المجال مهمة ومهمة جدا داخل وخارج الوطن والشكر موصول إلى فريق الإعلام على حرصهم وإتقانهم فريق الإعلام حضرا خذما الخذما هذا سني فريق والشكر موصول للفريق المرافق والداعم لي مع دعم الله عز وجل أول ورذا فريق ربين كني حرز ربي كني فيك ربي السر ذلي سر سجد حلقة ثانجروث هذا المجلس الأخير ذي شرح كتاب جمع الجوامع في مسجد الشيخ الحداد أكوني حرز ربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته